تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليثة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم من سعادة السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي جرى خلاله بحث الجهود المشتركة والمتواصلة بين الجانبين لمحاربة الإرهاب وتطرف وذلك على ضوء الأحداث الأخيرة التي جرت في أوروبا وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة عن تقديره لسعادة رئيس المجلس الأوروبي على هذا الاتصال الذي يعكس جهوده النبيلة لتعزيز التفاهم المتبادل بين المجتمعات والأديان كبديل عن الفرقة وأكد جلالته حفظه الله رفضه أي شكل من العنف والتطرف وإن من ينتهج ذلك لا يمثلون الإسلام الحقيقي القائم على المحبة والتسامح منوها جلالته بأن الإسلام هو دين الأخلاق والتآخي والسلام مع الجميع ولكن في ذات الوقت من الواجب نبذ التطرف وخطاب الكراهية والتصدي له أينما وجد وبأي شكل كما أكد جلالته أن البحرين انطلاقا من أخلاق أهلها الكرام فإن نهجنا دائما الترحيب والتعايش مع الجميع بسلام والاحترام لكافة الأديان منذ عقود طويلة